أبتك أتروفي من الموضوع المهمة برضو في شابتر النيور افصولوجي دفنيشن ديجينيريشن أوف السنترال نيرفس أوف الأجزون أوف الأبتك نيرف طيب الطيبز بتاعتو فيه برايماري وسكندري السكندري ده اللي احنا قولنا في المرتين اللي فاتوا مرة في البابلديما ومرة في البابلايتس تمام وفيه كونسيكوتيف تابع أحد الأمراض وبوست جلوكوميتس كنا قولنا في شابتر الجلوكوم البرايماري بيحصل أو موضوع أصاب بتاعته بتبقى حاجة مشريريتد الريتنا أو بتبقى وراء الريتنا زي مثلا إسنترال نيرفس سيستم ديزيز زي تيبس دورساليس أو ديستيميناتد اسكليروباسي وفيه برضو ديزي بلد فلو للأبتك نيرف ممكن يكون عندي بريشر حصل على الأبتك كيازمة أو الأبتك نيرف بسبب تيومر التيومر ده ممكن يكون جاي من البيتوتري جلند فبيعمل عندي أتروفي عند الأبتك كيازمة أو أنيوريزم في أي أرتري ماشي جنب الأبتك نيرف عمل أنيوريزم عمل أنيوريزم يعني إيه؟ هذا نورمال أرتري الأرتري وذذ أنيوريزم عبارة عن إيه؟ دياريتشن كيازمة الحتة ديت اسمها أنيوريزم فأنيوريزم عندما يظهر في بعض الأرتريزم ممكن يضغط على الأبتك نيرف ويعمله أتروفي السكندري عرفناه قبل كدا الكنسيكوتيف أو التابع لأحد الأمراض من ديت زي مثلا إيه ديابتك رتينوباسي أو لونج ستندي جيتنا التاجمنت الهاي ميوبيا برضو بتعمل عندي في الآخر ريتينال ديتشمنت وبتعمل عندي ريتينال تير لكن طبعا أهم سببين في الكنسيكوتيف الأتروفي هم الريتينيتس بيجمينتوزا والسنترال ريتينال ارتي اوكولوجين بستجا لكم بتاسمه أن السبب بتاعه هو الجلوكوم انفتيجيشن ازاي بقى أقدر أشوف الأوبتيك أتروفي او أتعرف عليه بالأفصال موسكوب او بالفلورسين انجيوغرافي الفيجول فييد ايجامينيشن والسكال اكس ري التريتمينت طبعا احنا التريتمينت هنا التريتمينت هنا العصب نفسه لو حصل له ضمور مش هقدر أرجع العصب عشان كان مكتوب هنا لكن احنا ممكن نقول تريتمينت او كوز ممكن يساهمه في تقليل الضمور العصب لكن مش هيرجع العصب لو حصل له ضمور كامل طيب الموضوع ده كله يتلخص في جدول يعني هو جدول كده يتعمل لو هو موجود عندها في كتاب كويس لو مش موجود احنا نعمله بإدنة ولو عملنا بإدنة هيبقى أحسن لأننا هنحفظه أسرع طيب البرائماري ساكندري كونسيكوتيف في حاجتين الريتانيتس بيجمنتوز وسينتراريتر ارتري اوكلوجين والجلوكوميتاز الكوز ممكن برضه نزود خانف الكوز هنا في الجدول ده بحيث نكون حطينا موضوع كولوكوز ودفرنشيال دياجنوزيس كله مع بعضه فالكوز قلناها قبل كده خلاص طيب اهم حاجة في الجدول ده ان احنا نحفظ موضوع كويس ممكن يعني مجرد ما يعرف اوجه المقارنة يكمل الكلام اللي جنبها لكن لو واحد يعني ايه نص ونص احنا ورضو هنحاول نحافظ الجدول بطريقة حتى لو انت مش مذاكرة موضوع كويس او مش مذكرها كلها في دماغك اول حاجة اوجه المقارنة في عندنا تلاتة اوبتيك تلاتة اوبتيك في اوبتيك ديسك مارجن واوبتيك ديسك كولر واوبتيك كوب وبعد كده يبقى في عندنا الفيسلز والريتنا واللمنة بتكون لوحدها الفيسلز والريتنا ممكن نفتكرها من اي رسمة اي صورة للريتنا او احنا بنجي نبص على الفاندس بنشوف ايه قدامنا يعني ايه صور للفاندس هنا اهي قدامنا ايه الريتنا الشبكية وقدامنا خلاص يبقى عندنا نفتكر ان اوجه المقارنة تلاتة اوبتيك وبعد كده مع بعض واللمنة كريبروزا ايه هي لامنة كريبروزا للناس اللي ما سمعتش شابتر الجلوكومة او الريتنا قبل كده لامنة كريبروزا هي اللي قدامنا دي حاجة زي الغربال موجودة في البستيريور بول البستيريور بول المقاط بالسود ده هو ده اللامنة كريبروزا طيب نبدأ اول حاجة عندنا اللي هو الوبتيك ديسك مارجن الوبتيك ديسك مارجن في البرايمري احنا قلنا البرايمري الاسباب بتاعته بتكون حاجات مش ريليتد للريتنا او الريتد للفندس بتبقى حاجات وراء بتبقى موجودة في السي ان اس زي التابيس درزالي زي مرض بيحصل في السي ان اس نفسه ونتيجة لي ممكن يحصل او ديسك مارجن فعشان كده لما اجيبس على الوبتيك ديسك مارجن فالغلب هيبن كويس المارجن بتاعه هيبقى لان فيش حاجة جيت على نفسه واثرت فيه لان مشكلة كانت ورا الوبتيك ديسك اساسا طيب في السكندري بابللايتس و بابللايتس اساسا من اسمهم بابللايتس يعني وهنا بابللايتس وبالتالي مارجن اكيد هيتأثر فهيكون عندي ال defined و irregular او ريتنايتس بيجمنتوزا او ريتنايتس بيجمنتوزا ريتنايتس بيجمنتوزا احنا ناخدنا الموضوع ده قبل كهف الريتنا بطبيعتها اساسا لو اعزان نفتكر لو نسمها ما سمعتش ريتنايتس بيجمنتوزا شايفين منظر الشبكيه عامل ازاي تحس فيه خيوط عنكبوت حتى بنسميها منظر خيوط عنكبوت موجودة على الشبكيه ممكن يكستند الحد ما يوصل ليه الاوبتيك ديسك وبالتالي الاوبتيك ديسك هيبقى ال defined بسبب الخيوط او السوادي اللي منتشر ده لكن في بالتالي الاوبتيك ديسك يعني انا عندي ارتري واتقفل الاوبتيك ديسك او الاوبتيك ديسك مارجن يعني في الغلاب هيفضل زي ما هو الجلوكوميتاس سهلة جدا احنا ممكن لو احنا مذاكرين جلوكوما كويس او محدة متخيلين ومشازن مذاكرينها بالحرف مجرد تخيلوا الجلوكوما وفاهمين الجلوكوما يعني ايه انه overhanging edges هيحصل عندي في disk margin اللي مش متخيل كده نرجع للصورة دي عشان نشرح عليها يعني ايه overhanging او نخليها هنا ايوه هنا عن الوقت لما بيزيد عندي الضغط هنا ممكن يحصل عندي ايه الجلوكوما طيب الجلوكوما الزايد او الضغط العلي جدا ممكن من كتر ما بيزيد هنا بيضغطها الاوبتيك ديسك فيقوم ايه يتوسع الاوبتيك ديسك او بيفتحه او بيفتح الفايبرز دي يخليها توسع عن بعضها بدل ما هي عاملة كب صغير كده لا تعمل كب كبير كده فممكن بزيدة الضغط يعمل عندي ايه حاجة اسمها overhanging من كتر ما هو عمال يزق يقوم الكب بيبقى عامل زي الحلة او زي السلطانية كده شوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي هيبقى عامل كده من كتر الضغط المنظر بقى عامل كده الضغط عمال يخش ويزق كده وعمال يزق كده وعمال يزق كده وبالتالي المنظر ده ممكن يحصل له شوية فيوصل لمرحلات انه بيحصل overhanging للاتج بالمنظر ده كده وكده شايفين الاتجز بقت عامل ازاي بتاعت الoptic disk بقت overhanging دي معنى ال overhanging بتاعت الجولوكومة وطبعا اي حد ارى الشابتر الجولوكومة او سمعه من التسجيلات اللي احنا بنعملها دي هيكون فاهم الكلام ده على طول طيب تانية حاجة في optic optic disk color احنا هنحفظه ازاي اه ابيض لون ابيض لون ابيض تمام الاولين عندنا ملك white بعد كده بالغري بعد كده white برده ابيض بعد كده واكسي بعد كده بال white اللي هو white يعني تمام؟ يعني احفظها ايه بتتتابعوا كده هنا هيبقى فيه ابيض بعد كده لون اللي هو رصاصي بعد كده ابيض بعد كده لون اللي هو اسفر بعد كده ابيض طيب optic cup optic cup سهل اوي وبرده ممكن نمشي بيه ب sequence زي sequence اللي قلنا من شوية اول حاجة عندنا سوكر شبد سوكر شبد اللي هو شلو اتروفك يعني عامل كده جاي كده وبعدين نزل شوية وطلع تاني شوية انما هنا دي ديت هنفهم عامل زي عامل كده مسلا انما هنا سوكر شبد وكلمة سوكر ترجمتها اللي هو الصحن بتاع فنجان القهوة طبعا صحن فنجان القهوة بيقى فيه ايه هو ده اللي بقى موجود او نفس اللي بقى موجود في في حالة او الكونسيكوتيف مع الاوبليتريتد هنا بمعنى ايه اوبليتريتد هي نفس كلمة نفس كلمة فيلنج احنا كلنا قلنا فيلنج من شوية شرحناها على الرسمة قلنا ان الكب بيتملى او بيدي او بيتقفل خالص تمام وبالتالي برضو ممكن نحفظها بنفس ترتيبة هنا سوكر شبد او شلو بعد كده اوبليتريتد بعد كده سوكر شبد بعد كده اوبليتريتد وفي الاخر هيبقى عندي ايه ديبلرج الاساسي انتعتبر ايه برضو سوكر لكنها السوكر حصل لها ديبنس او سيفير سوكر شبد وبالتالي بقى اسمها ديبلرج طيب بعد كده عندنا اتنين مع بعض وواحدة اللي هي اللامنة اللامنة كريبروزة اساسا اللامنة كريبروزة الفكرة فيها ان الوقت لما يحصل عندي اوبتيك اتروفي بشكل عام لما يحصل عندي الضمور في العصب طبيعا ان العصب ده نمسح الحبر اللي هنا ديت اللامنة كريبروزة مش هشوف حاجة لان فيه اوبتيك ديسك سليم مغطي عليها لكن لما بيحصل ضمور اكيد الفيبرز دي بتضعف وبتقلل مساحة اللي هي اخداها وبالتالي بيكون من السهل ان اشوف اللامنة كريبروزة الا لو في حاجة ثانية منعت ان اشوفها فاحنا لو كنا هنا في اللامنة كريبروزة هنشوفها كويس بالسبب حصل عندي ضمور في العصب تمام هنا هتبقى اوبسكورد او هتبقى مش واضحة بالسبب ان انا عندي انفلاميشن وعندي بابلديما الاديما لما تحصل اوكي هتقدى بعد كده لضمور في العصب البصري لكن الاديما برضو بتعمل كده في الاوبتيك ديسك واحنا برضو قلنا ان البابلليتس بتعمل كان في واحدة فيهم ثلاثة ديوبتر في البابلليتس وتسعة ديوبتر في البابلديما فالبابلديما دي حتى في ظل وجود ضمور في العصب البصري هتغطي على اللامنة كريبروزة عشان كده قلنا يعني مغطيها او مش بيينها كويس في بالسنتر الريتوم الري اوكلوشن هتبان كويس بسبب ايه ان برضو حصل عند ضمور انها في الريتنايتس بجمنتوزة هتبقى بسبب ايه الشبكية بقى الون هسود فبالطبيعي ممكن السواد ده يحصل له اوكيستنشن زي ما قلنا من شوية على الاوبتيك ديسك فبرضو ميخاليش شوفها كويس انها في الجولوكوميتا ستبقى طبعا ايه ولو واحد من ذكر جولوكوميتا هيفهم ويلسين ليه هتبقى اوضح جدا ممكن اوضح حاجة في الجولوكوميتا هتكون اللامنة كريبروزة يعني لو الدكتور سألك هي اكثر حاجة ممكن نشوف فيها اللامنة كريبروزة او حاجة تقول له جولوكوميتا لان الجولوكوميتا لما تضغط يزيد توسع الفايبرز عن بعضها وشرحنا الكلام ده في شفتر الجولوكوميتا لحاجة دمال لامنة كريبروزة تبقى قدامي وبرضو ممكن نحفظها ب سكوينس والسين يعني الثلاث خنات دولت كده ممكن نتحفظه بسكوينس بسهل الفيسلز والريتنا الفيسلز في البرايماري احنا قلنا ان البرايماري مشكلة تبقى وراء العين او وراء الريتنا وبالتالي الفيسلز هتأبير نورمال من فيش حاجة ناحية الريتنا من فيش حاجة ناحية الريتنا n فارتناكس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة